في آخر ليلة من ليالي رمضان وبعد أن أعلن عن هلال العيد خرج رجل صالح من المسجد بعد صلاة العشاء ليشتري لأسرته لوازم العيد وأثناء سيره في الشارع العمومي لمح صديقا له عليه دين فترك الشارع الرئيسي وسار في زقاق حتى لا يحرج صديقه وأثناء سيره سمع صوت سيدة تناجي ربها بدموع عينيها وتقول يا إلهي أنت وحدك العالم بحالي وبحال أطفالي الثلاثة هذه ليلة العيد ولا يوجد في بيتنا طعام لهذه الليلة ولا ليوم العيد لقد فوضت الأمر إليك وأثق أنك لن تخذرني حزن الرجل كثيرا بعد سماعه لهذه السيدة واختبأ في ركن حتى ذهبت هذه السيدة لبيتها فوضع علامة عليه ثم عاد لبيته وأخذ زوجته وذهب إلى بيت هذه السيدة وعندما دخل البيت لم يجد الرجل فيه أي شيء لا ملابس عيد ولا لحم ولا طعام فتكسر قلب الرجل وأقسم بالله لهذه السيدة أنه لن يعود لبيته وأولاده حتى يطمئن أن أبنائها عندهم ما عند أبنائه تماما ثم خرج من عندها وترك زوجته وذهب إلى بائع اللحم واشترى كمية تكفي لأسبوع ثم ذهب واشترى خضروات وفاكهة وبعدها اشترى ملابس للأم وللأولاد وعاد إلى البيت فقالت السيدة ما كل هذا هذا كله سيتلف فثلاجتنا آخر عهدي بها عندما كانت تعمل قبل سنوات طويلة فقال لها أنا أقسمت بالله أن يفرح أولادك الليلة كما يفرح أولادي ثم خرج من بيتها واتصل بصاحب محلات كهربائية يعرفه ليذهب إلى المحل الآن فذهب صاحب المحل وأخرج ثلاجة ثم اتصل بصاحب سيارة وحملها عليها وذهب للسيدة وقال لها الآن تدخلين اللحم والخضار والفواكهة إلى الثلاجة وأعدي لنا كوب من الشاي بكت السيدة وقالت أعتذر كل الاعتذار يمكنني أن آتي لكم بالشاي من عند جيراننا فأنبوبة الغاز فرغت منذ أكثر من شهر وقد بعتها لحاجتي لثمنها ابتسم الرجل وقال والله لن أعود إلى بيتي حتى أشرب الشاي عندكم ثم ذهب وأحضر أنبوبة غاز وعاد إلى السيدة وقال لها الآن أعد الشاي فجاء الأطفال إليه يرقصون ويقفزون ويقبلونه من الفرح وكأنه أباهم وشرب الشاي ودموع فرحه تتساقط ثم خرج هو وزوجته وذهب لشراء لوازم العيد لأبنائه وعاد مع زوجته إلى بيتهم بعد منتصف الليل وإذا أبنائه قد ناموا فقال يا رب إن كنت قد قصرت فيهم فلأجل آخرين ثم نام قبل صلاة الفجر بساعتين فرأى في منامه أنه يسير في طريق ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فأراد أن يقطف ثمرة فقال له هذا ليس لك هذا لعوام الناس أما أنت فطعامك هناك وأشاروا له إلى السماء فأخذ ينظر إلى السماء فإذا فواكه متدلية ما رأى مثلها أبدا فأكل منها قطعة فما إن ذاقها حتى استفاق من حلاوة طعمها وابتسم في سعادة كبيرة وتوضأ وذهب ليصلي الفجر وينتظر صلاة العيد بل أجمل عيد مر عليه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دخل شاب للمسجد قبل صلاة الجمعة بوقت مناسب فواجد رجلا لم يره بالمسجد من قبل قد سبقه وجلس في المكان الذي اعتاد على الجلوس فيه بالصف الأول وبعد أن صلى الشاب ركعتين خفيفتين نظر إلى الرجل فشاهده يقرأ القرآن وعلى وجهه سمات التقوى والصلاح وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة سلم الرجل على هذا الشاب الذي كان يصلي على يمينه وسأله هل لديك حاجة فأقضيها لك؟ فتعجب الشاب وقال له مبتسما شكرا لك أخي الكريم ثم التفت الرجل الوقور عن شماله وكان يجلس بجواره عامل يقوم بتنظيف الشوارع فسلم عليه وسأله نفس السؤال الذي سأله للشاب فحمر وجه العامل خجلا وقال للرجل هل يسأل عامل مثلي إذا كانت لديه حاجة؟ فتهلل وجه الرجل بالبشرى والسرور وسأل العامل عن حاجته ثم قضاها له وأعطاه فوق ما طلب من مال وبعد أن خرج العامل من المسجد سعيدا سأل الشاب هذا الرجل من يكون؟ وهل يفعل ما يفعله كل جمعة؟ فقال له أنا أستاذ جامعي وبالفعل أفعل كل جمعة ما أفعله فما أصبحت أستاذا جامعيا إلا بسبب هذا العمل الطيب لقد كنت أصلي من زمن في مسجد قريب من الجامعة والحزن باد على وجهي بسبب وفاة والدي الذي يعولنا وليس لنا معيل سواه فالتفت نحوي رجل كان يصلي بجانبي وسألني هل لك حاجة يا بني فأقضيها لك؟ فتوسمت الخير في وجهه وقلت نعم أريد أن أسدد أقصاط جامعتي فأجاب الرجل في سرور على الرأس والعين دلني عليها وأعطني اسمك بوضوح وغدا سأذهب وأستلم الإيصال وكل عام أفعل لك ما سأفعله غدا إلى أن تتخرج بإذن الله تعالى امتلأت عيناي بالدموع ودعوت له ثم سألته كيف أرد لك ذلك الجميل فأجاب لقد قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ورد الجميل لي أنك عندما تتخرج وتعمل اسأل من يصلي معك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة نفس السؤال وإذا علمت بأن لديه حاجة اقضيها له إن استطعت فتكون قد رددت لي الجميل وفعلا يا أخي فقد أوفى هذا الرجل بعهده وسدد أقصاط تعليمي حتى التخرج والعمل مدرسا جامعيا وكنت أزوره نهاية كل عام لأزف له خبر نجاحي فيعطيني مكافأة لم أكن أتخيلها وظل على هذا الحال إلى أن وافته المنية بعد تخرجي وأنا في كل جمعة أسافر وأتجول وأصلي في مسجد لم أصلي فيه من قبل وأسأل عن حاجة كل محتاج وسأظل في عهد هذا الرجل التقي باق إلى أن ألقى الله جل في علاءه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون سيدة رزقها الله بثلاثة أبناء من الذكور ورغم صلاتها وصيامها كانت لا تهتم بجيرانها ولا تحسن معاملتها معهم ولا تستمع لنصائح زوجها الصالح الذي كان يحسن إلى جيرانه ويعطف على الفقراء منهم ودائما ما يذكرها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى فيها الجار مثل ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقوله أيضا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا وعندما كان يقول لها أنها ستحتاج إلى جيرانها في يوم ما كانت تقول له في غرور ما حاجة للجيران ولي ثلاثة أبناء من الذكور مرت الأعوام وتوفي الزوج ثم تزوج الأبناء وتركوا بيت أبيهم وظلت الأم بمفردها داخل البيت واحتاجت لجيرانها ولكن لخجلها منهم لم تطلب مساعدتهم ولكنها حزنت على سوء معاملتها معهم واستغفرت الله كثيرا وفي أحد أيام الشتاء الممطرة وأثناء ما كانت هذه السيدة تغلق نافذتها بالدور الأرضي شاهدت تحت نافذتها قطة صغيرة ضعيفة ومبللة بالمطر تموء من البرد والجوع واقترب الموت منها فطلبت من أحد المارة أن يناولها القطة وبعد أن أخذتها قامت بتدفئتها وإطعامها وتعجبت من كثرة الطعام الذي أكلته وكأنها لم تأكل منذ أيام ثم نامت القطة فوق أحد الكراسي فتركتها السيدة ودخلت لثنام استيقظت السيدة على صوت القطة التي ظلت تموء بصوت متواصل وتابعت الصوت فوجدته صادرا من المطبخ بجانب قنينة الغاز التي كانت تسرب الغاز وجعلت رائحة المكان لا تطاق فأسرعت السيدة وأغلقت القنينة وقامت بفتح النوافذ ثم حمدت الله كثيرا على نجاتها وفي ثوان غادرت القطة المطبخ وصعدت فوق الكرسي لتنام كما كانت فتعجبت السيدة وعلمت أن الله أرسل إليها هذه القطة لتعطف عليها ثم تكون سببا في إيقاظها من النوم وإنقاذ حياتها فقالت في نفسها عمل خير مع حيوان لا ينطق كان جزاؤه إنقاذ حياتي فكيف كان حالي لو أحسنت تعاملي مع جيراني الذين لم يعاملوني حتى الآن بسوء معاملتي لهم وبعد دقائق ذهبت السيدة إلى أقرب جيرانها واعتذرت لهم عما بدر منها وطلبت مسامحتهم لها ففوجئت بحسن استقبالهم لها وتخصيص بعض صغارهم للقيام على خدمتها ومساعدتها دائما ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة مسلمة عفت والتزمت بدينها وارتقت بأخلاقها فرزقها الله بتدبيره وقدرته بزوج مسلم وعندما حانت ساعة الزفاف دخل العروسان إلى منزلهما وقدمت الزوجة العشاء لزوجها واجتمع على المائدة وفجأة سمع الاثنان صوت قرع الباب فانزعج الزوج وقال غاضبا من ذا الذي يأتي في هذه الساعة قامت الزوجة وبقفت خلف الباب وقالت من بالباب فأجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام عادت الزوجة إلى زوجها وقالت له سائل يريد بعض الطعام فغضب الزوج وقال أهذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة زفافنا الأولى خرج الزوج إلى الرجل وضربه ضربا مبرحا ثم طرده شر طرده ثم خرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروح تملأ روحه وجسده وكرامته بينما عاد الزوج إلى عروسه وهو في ضيق شديد من ذلك الذي قضع عليه متعة الجلوس مع زوجته وفجأة أصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي أصابها الرعب من منظر زوجها الذي فارقها في ليلة زفافها ولأنها مشيئة الله فقد صبرت الزوجة واحتسبت الأجر عند الله تعالى وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد هذه المدة وتلك الحادثة تقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الزفاف الأولى اجتمع الزوجان على مائدة العشاء وفجأة سمع الاثنان صوت الباب يقرع فقال الزوج لزوجته اذهب وافتح الباب قامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سألت من بالباب فرد من خلف الباب قائلا سائل يريد بعض الطعام فرجعت إلى زوجها وأخبرته بما يريد السائل فرفع الزوج المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل إلى أن يشبع وما بقي من طعام فسنأكله نحن ذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت إلى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك؟ لماذا تبكين؟ ماذا حدث؟ هل أخطأ السائل في حقك؟ فأجابته والدموع تفيض من عينها لا ولكن هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عاما وفي ليلة زفافي منه طرق سائل بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا موجعا ثم طرده ثم عاد إلي متهجما ضائق الصدر ثم أظنه جن أو أصابه مس من الشياطين فخرج هائما لا يدري أين يذهب ولم أره بعدها إلا اليوم وهو يسأل الناس فانفجر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك؟ فقال لها أتعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك؟ إنه أنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير على مدى عدة سنوات كان الزوجان في خلاف مع بعضهما يتخلل ذلك صفاء لعدة أسابيع ثم تتعكر الأمور بينهما مرة أخرى رغم أن الزوجة ميسور الحال من الناحية المادية وكذلك الزوجة وقد حملت الزوجة وسقط جنينها ثلاث مرات وهذا من أسباب غضبهما وعدم تحملهما لبعض وفي يوم كان الزوج مهموما فاستقل سيارته وخرج من البيت لا يعرف إلى أين سيذهب ثم أدار تسجيل سيارته على أغاني وموسيقى وهو في طريقه استوقفه شاب بسيط يريد الوصول لسكنه فتوقف الزوج للشاب وأشار له بالركوب بجانبه وحتى يسمعه أوقف الأغاني مؤقتا جلس الشاب حزينا فسأله الزوج عن سبب حزنه فقال له كنت أعمل طباخا في أحد المطاعم هنا فباع الكفيل المطعم لشخص آخر ونقلت كفالة إليه وكان كفيل الأول على خلق ودين يتق الله في كل تصرفاته ودائما صوت القرآن يعنو في المطعم ولكن الكفيل الجديد أحزنني لأنه جعل صوت الغناء يرتفع في أنحاء المطعم وهذا يؤلمني كثيرا كما أنه يقدم مع الطعام مشروبات تصل لدرجة التحريم فحاولت جاهدا الرجوع إلى كفيل الأول فلم أستطع عندها سألت كفيل الجديد كم يريد مني لنقل كفالة لكفيل آخر فطلب خمسة آلاف دينار وهذا المبلغ هو كل ما أملكه من عملي لمدة طويلة وقد جمعته لإحضار زوجتي إلى هنا وأنا الآن في ضيق شديد وأمر عصيب فزوجتي تعيش في بيت أهلها وتتصل دائما تسأل متى أحضرها ولا أعرف ماذا أفعل تأثر الزوج كثيرا من كلام هذا الشاب وشعر بصدقه في كل كلمة قال في نفسه هذا الشاب الفقير يضحي بعمله ومرتبه الذي هو في أمس الحاجة إليه حتى لا يغضب الله عز وجل وأنا الذي أنعم الله علي بالمال أبارز الله بالمعاصي أو سماع الأغاني وشرب الدخان بالتأكيد هذا هو سبب الضيق الذي أعيشه أنا وزوجتي ثم ألقى بشرائط الأغاني من السيارة وقبل أن ينزل الشاب من السيارة بعد أن وصل للمكان الذي يريده طلب منه الزوج رقم هاتفه وقال له سأتصل بك الليلة عاد الزوج إلى بيته مبتسما وأقبل على زوجته في سعادة وقال لها من اليوم لا تدخين ولا أغاني ولا أفلام سنعيش مع آيات القرآن الكريم وكل ما يرضي الله عز وجل سنصوم ونصلي ونقوم الليل معا إن شاء الله فرحت الزوجة بكلام زوجها الذي تمنت سماعه منذ سنوات ثم سألت عن سبب هذا التغيير فحكى لها قصة الطباخ الشاب وبعد سماع الزوجة للقصة بكت وقالت زوجها سأعطيه أنا المبلغ ليحضر به زوجته ولا أريد منه شيئا سوى الدعاء فقال الزوج وأنا سأعطيه إيجار السكن الجديد لمدة عام كامل ثم اتصل الزوج بالشاب وطلب لقاءه بعد ساعة وعندما التقى به أعطاه خمسة آلاف دينار ليحضر بها زوجته وأخبره بأنه سيتكفل بسكنه الجديد لمدة عام كامل فأخذ الشاب يبكي من الفرحة ولم ينم تلك الليلة بل قام الليلة وظل يدعو للمرأة وزوجها وبفضل من الله تعالى حملت الزوجة منذ ذلك الشهر وثابت حملها وزال الهم وظهرت علامات الانشراح بينهم أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فتاة عمرها ستة عشر سنة في المرحلة الثانوية والدها من أصلح وأتقى الناس تحفظ القرآن منذ صغرها وتقضي معظم وقتها ما بين صلاة وقرآن وقراءة الأذكار وفي مدرستها تحاول دعوة صديقاتها بكل لين وأدب إلى الالتزام وطاعة الله وعدم الخوض في سيرة وأعراض الآخرين كان لها زميلة في الفصل متكبرة ووالدها من الأثرياء فنصحتها في أحد الأيام بستر شعرها وارتداء ملابس مناسبة لفتاة مسلمة فغضبت زميلتها وحقدت عليها وقالت لها ستدفعين ثمن إهانتك لأيتها التقية وفي اليوم التالي استيقظت الفتاة الملتزمة وصلت الفجر وبعد أن قرأت بعض آيات القرآن وصلت الضحى ارتدت ملابس المدرسة ونزلت من بيتها بعد وجبة الفطور وأثناء ما كانت تمشي في الطريق وقفت بجانبها سيارة فاخرة ونزل منها شاب وحمل الفتاة ووضعها في حقيبة السيارة وذهب بها وأمام قصر فاخر توقف وحاول فتح حقيبة السيارة أكثر من مرة ولكنه لم يستطع فذهب بالسيارة إلى ورشة صديقه وحاول مع العمال فتحها ولكن لم يستطيعوا لأن الحقيبة كانت مغلقة جيدا وكأنه تم لحمها في هذه اللحظة خاف الخاطف أن تموت الفتاة من الاختناق ففكر قليلا ثم أخذ قرارا بأن يذهب بالسيارة إلى قسم الشرطة ويسلم نفسه قبل أن تموت الفتاة حاول رجال الشرطة فتح مؤخرة السيارة فلم يستطيعوا فقال واحد منهم أرسلوا إلى شيخ يأتي ويقرأ عليها وسيتم فتحها إن شاء الله وبالفعل جاء شيخ معروف في الحي وقرأ على حقيبة السيارة وفجأة فتحت ووجدوا الفتاة تجلس مطمئنة وتتمتم بكلمات فسألها الشيخ ماذا كنت تفعلين بعدما وضعك الخاطف في الحقيبة ولماذا أراك مطمئنة رغم أنك في موقف يحتم عليك الخوف قالت الفتاة كنت طوال الوقت أقرأ آية الكرسي والمعوذات ولم أقف عنها أبدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما اطمئناني لأني والحمد لله كل يوم أصل الصبح في وقته وعندي يقين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى الصبح فهو في ذمة الله قال الشيخ صدقتي يا بنيتي فمن كان مع الله كان الله معه في هذا الوقت اعترف سائق السيارة بأنه يعمل سائقا عند والد زميلتها وهي التي طلبت منه أن يأتي بالفتاة إليها وعند استدعاء زميلتها المغرورة واتهامها بجريمة الخطف تنازلت الفتاة عن حقها وسامحت صديقتها التي بكت بسبب ما فعلته مع زميلتها طيبة القلب التي عفت عنها وداعت لها بالهداية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر